على أمل تفكيك الأزمة وتهديئة الأوضاع في الشارع العراقي الملتهب قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهد استقالته فقبيلها مجلس النواب لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة هل يوجد محترم على قبول استقالة سيبيسكس الوزراء وعندها يأخذ؟ لا يوجد محترم من رأس الهدفين وعندها وعندها ومع أن السياقات الدستورية تشير إلى قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة خلال ثلاثين يوما أعرنت كتلة سائرون تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس للحكومة واضعة الخيار بيد الشعب رئيس المنبر العراقي إياد علاوي قال إن استقالة الحكومة الحالية ليس هو الأمر المطلوب بقدر تعديل مسار العملية السياسية في البلاد وصولا إلى تحقيق النمو والاستقرار لكل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم عضو مجلس النواب بدر الزياد قال إن المجلس طالب رئيس الجمهورية باختيار شخصية مقبولة لدى الشعب العراقي ليكون رئيسا لمجلس الوزراء المقبل بعد قبول استقالة رئيس الوزراء وحكومته مجلس النواب طلب من سيد رئيس الجمهورية باختيار شخصية وطنية يقبل عليها الشعب ويكون عليها توافق ليكون رئيسا وزراء ويتم انتخابا من قبل مجلس النواب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي طرح مبادرة وطنية لاحتواء الأزمة الحالية أهم بنودها تشكيل حكومة تترأسها شخصية مستقلة تقع على عاتقها إجراء التعديلات الدستورية وتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة وإطلاق سراح المعتقلين السلميين المشروع الوطني العراقي جدد في بيان التذكير بأن الشعب العراقي طالب بتشكيل حكومة مؤقتة من خارج الأحزاب تكون أولى خطواتها محاكمة قتلة المتظاهرين وسراق المال العام فضلا عن تعديل بعض فقرات الدستور للمضي قدما بتنظيم الانتخابات المبكرة التي ينتظرها الشعب لولادة نظام سياسي عراقي بامتياز يتسع لجميع العراقيين بدوره أكد النائب عمار طعم أن المتظاهرين نجحوا بتوحيد جميع فئات الشعب مطالبا بتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء بشكل عاجل وفوري نطالب بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية وما تلاها إلى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاول مع تلك الضمائر الميتة التي عميت وصمت عن استماع ورؤية الفجع وآلامها العبيقة وهذه الخطوة ضرورية لتهديئة النفوس المفجوعة بأحبتها وأعزتها من الشهداء والجرحى والمصابين ثنيا شمول شهداء وجرحى مجزرة الناصرية وأحداث محافظة النجف الأشرف وبقية المحافظات النائب عن كتلة النهج الوطني حسين لعقابي فطالب بالتحقيق الفوري في حيثيات الأحداث التي ارتكبت بحق المتظاهرين معتبرا استقالة الحكومة لا تكفي نطالب بالتحقيق الفوري في حيثيات هذه الجرائم وإقامة محاكم قضائية مختصة لإقاع القصاص العادل بقتلة المتظاهرين ومن يقف خلفهم أيا كان منصبه إن استقالة الحكومة لا تكفي وينبغي أن تكون الحكومة الجديدة حكومة وطنية ذات أهداف وبرامج محددة بسقوف زمنية تضع في أولوياتها تحقيق مطالب المتظاهرين الإصلاحية ومع احتدام الأزمة داخليا جراء عدم الثقة يبدو أن استقالة عبد المهدي لن تضع نهاية للوضع الراهن إذ يصر المحتجون على رحيل كل مكونات النخبة السياسية الحاكمة ما يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة للغاية